أستاذ مصطفى بداية بماذا تعلق على هذا الاتهامة الروسية الخطير للدولة الأوكرانية بتصنيع القنبلة القذرة كما يقولون نعم لا شك أن تلك الأزمة الكبيرة التي حصلت لدى الجيش الروسي ولدى مكون نحن تحدث عن وزارة الدفاع والحلل الذي حاصل فيها ومطالبتها المستمرة بزيادة الدعم وتأستعانتها بالجانب الإيراني سواء كان على صعيد الصواريخ الباليستية قصيرة من مدى أو حتى على صعيد المسهيرات كلها تلقى ذلالها على تلك الاتهامات يعني حقيقة أن الدواثة الأساسية لذلك الاتهامات هي ناتجة عن العجز الروسي الكبير الذي لاقيه من خلال استخدام الأسلحة التقليدية في تقدمات مختلفة على كامل الجغرافة الأوكرانية حقيقة كل أمر أنا أعتقد بأنها ذات البروبوغندا الذي يستخدمها الجيش الروسي عندما اتهم أيضا منظمة الفواذ البيضاء في سوريا بأنها ستستخدم أسلحة كيميائية لاستهداف قوات النظام السوري وكل تلك الاتهامات أعتقد أنها لم تكن يعني في يوم من الأيام ستنطلي على الكثير من الدول المراقبة للملفات أو الملفات العائقة في العالم وإنما ربما قد يكون هنا هكذا استثمار لها من خلال النظام الروسي يعني أنه في حال استخدم بعض القنابل التكتيفية قصيرة يعني محدودة الانتشار ربما قد تساهم بشكل أوباغة عملية اتهام الجانب الأوكراني يعني بالنتيجة النهائية النظام الروسي وجهز الأرضية القصبة من أجل استخدامه بعض أنواع القنابل التكتيفية التي من الممكن أن يكون لها تأثير محدود داخل الدرافة الأوكرانية نظر لأنه يعني هناك خسارة كبيرة على النظام الأوكراني يعني على صعيد المثال للخصر يعني ما يجب اليوم في خرسون اليوم هي أكبر دلالة على أن الجيش الروسي يتقهر وبشكل كبير هناك طرابة 88 بلدة قد تخصرها في الأوان الأخيرة نتيجة الضربات الكبيرة من خلال قوات الأوكرانية والمقاومة الأوكرانية والأسلحة التي قد وصلتهم مؤخرا هناك خط أمداد كبير يقوم به الجيش يعني الأقوات الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا دون المملكة المتحدة بإداما من جيش الأوكراني من أجل وقت زحف الجيش الروسي تجاه هذه البلدات وأعتقد أن السراتيجية الأمريكية ما زالت واضحة المعالح في عملية تصديها للجانب الروسي ترجمة نانسي قنقر